سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليو تريب سلامي لي كانت مني لكم تكونوا بخير ولا خير واموركم هانيا ضروري في كل حلقة دينية كانت لقى شي تعليق انتع واحد من المتتبعين اللي تيقول لي كيفاش نوضب على صلاتي وراني ما كان صليش في حلقة الليلة درسها بنية التبشير والتحبيب وليسة التنفير الحلقة دي اليوم تعلمت فيها بزاف وفي نفس الوقت أسفت على راسي بزاف لانني كن جاه لأمور كثيرة في باب الصلاة من بعد حلقة اليوم ان شاء الله إذا ما كنتش كتصلي غادي توليك تصلي وإذا ما كنتش كتقدر تخشع في صلاتك غادي نشارك معك كلام اللي غادي يخليك تخشع بزز منك أيضا في حلقة اليوم غادي نشارك معك أمور اللي غادي تخليك ما تقدرش تخلي على الصلاة لكن قبل ما بدو حلقتنا الليلة ديك النهار إذا كنتوا بقي نعقلتو كان سؤالي الديني هو كالتالي شنو هي الألوان للتذكرات في صورة البقرة كان منكم لي قال لي يا أبيض أسود وأحمر وكانت أجوبة شوية مختلفة ولكن أغلبيتكم قال لي يا الأصفر والأبيض والأسود واللي هو الجواب الصحيح أما سؤال حلقتنا الليلة اللي كان نظن لأنكم عارفينه شنو هي الصورة اللي ما فيهاش لبس مالا خلي ما تطلش لكم أكثر ونقول لكم لنبدأ يا سادة يا كرام احنا جاهلين في معرفة مولانا حق معرفتي إلا من رحمة ربي كتلقى بزادي الناس اللي ما كيتصليوش لأنهم ما عارفينش مولانا لو كان كان عارفوا كان غادي يحبوا وإذا حبوا مش غير غادي يصلي ليه ولكن كان غادي يغرق فيه سؤال الأول هو كيفاش نلتزم بالصلاة وما نخليهاش وكيفاش نتعلم الخشوع فيها اخسنا عارفهم لأنه الصلاة هي العبادة اللولة اللي تفرضت في مكة وأول عبادة اكتملت في المدينة وهذا كيدل على عظم الشأن ديلها والمكانة ديلها في الإسلام أولا الصلاة فوردت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذاك الوقت غير زوج صلاوات زوج ركعت في النهار وزوج في الليل أما الفريضة متاع خمسة ديل الصلاوات اللي تفرضت على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت ليلة الإسراء والمعراج في سماء الله السابعة وهذا كان قبل الهجرة ديله اللي كانت ما بين سنة سنة ونصف الصلاة هي العبادة الوحيدة يا سيدة الكرام اللي تفرضت في السماء من خير وحي بل وكانت في ليلة الإسراء والمعراج مباشرة من الله تعالى لنبيه محمد من بعد غادي جي سيدنا جبريل غادي يقول سيدنا محمد إني أتوضى فتوضى مثلي وإني سأصلي فصلي مثلي الحبيب كيشوفو وتيذير بحالو حيتاش يا محمد ارتباطك بالسماء خصو يكون عن طريق هات الصلاة الصلاة هي واجبة على المسلم في جميع الأحوال ديله سواء في حال مرض أو للصحة أو للصفر أو لأي كان هي الوحيدة اللي ما مرفوعاش عليه باش تعرفوا الأهمية ديلها والقوة ديلها ولو يكون فيك شلل تسلغي بعينك فإذا كنت انتليك تتابعني وما تسلغيش وقد نسولك واحد سؤال خفيف ضريف شو هي علاقتك مع مولانا؟ حيش خانتك تعرف بلي أنه كين واحد الحبل ما بيننا وما بين مولانا اللي هو عامودي اللي هو الصلاة وإذا ما كنتش كاتتصلي فانت اللي اختاريتي أنك تقطع ما بينك وما بين مولانا اللي ما تسليش أصلا الكتاب ديله عند مولانا ما كيتتفتحش ما كيتشافش اللي شنو در من الخيرات أو للحسنات أو للصداقة أو الحج ولا غيرهم من الأعمال وحشوما أنك تعبوا تدير بزرد يا الحويج وفي الخر ما تقبلك تاشي حاجة بسبب الصلاة الصلاة هي نور تسمحوا لي ولكن غدي نقول لكم بلي أنه تارك الصلاة عمره ما كيتفوق في الدنيا وكتلقى أصلا تقول لك بلي أنه ما كيحش براسه بزيان أو لا ما فرحاش أو لا ما حش بوحد السعادة اللي نبع عليه بالقلب وهذا عادي حيش تكون هذا هو المنبع انتع السبب أنه ما كيصليش الصلاة هي خط أحمر وجميع الأحاديث والعلماء تفقوا على أمر واحد أنه من لا يصلي فهو كافر ودليل على الكلام باش تعرفوا بلي أنه صحيح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر أو الشيرك تركوا الصلاة وقال عليه الصلاة أيضا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقط كفر الصلاة يا سيدة يا كرام هي عمود الإسلام بحاجة تستارة وقف عليها الدار إذا هرسيها غدي تخرب ديك الدار كذلك الصلاة في الدين هي عماد الدين لي ما تصليش مولانا ما كيشوفيش وما تزكيش وما كيتتكلمش معاه إبن القيم كيقول منذ أن تقول الله أكبر مولانا ينصب وجهه تقاء وجه عبده المصلي وسيدنا رسول الله يقول إذا صليتم فلا تلتفتون فإن الله ينصب وجهه في وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت وحيش جدي ما تطلبوا مني أن يشرح لكم الأحاديث معنى انتعاد الحاديث لما تقول الله أكبر مولانا كينصب وجهه لوجه العبد دياله مجرد أنك تستوعب هذا الحاديث انتع أنه مولانا كيشوف فيك وينصب وجهه أمام وجه العبد دياله مع قمة الرعدة وشفت ذلك النور اللي كتشوفوه في وجهه بعض المؤمنين صالحين فهذا بسبب نور الله لم تصليش تقطع القرب دياله مع مولانا لقوله تعالى وسجد واقترب زوج كلمات كيفاش غادي نقترب وانا أصلا ساجد نزد ذلك بين يدي الله واقتراه فقد كان نبي عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت دياله ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فما زال يكررها حتى ثقل به لسانه صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة بها الحبيب في بداية حياته وعند موته لمخلص لاته صدقني بلي أنه رضايا لأنه ما عارش بلي أن حياته حدخرة وهي ارتباط بالله ارتباط علوي لم تصليش ما كيكلوش مع الناس وما كيزوروش وما كتكلش الدبيحة دياله وما كيدخلش لمكة حيثش يعتبر نجس وإذا مات ما كيتكفنش وما كيتخسلش وما كيتصلش عليه وما كيتدفنش في مقابر المسلمين لما كيصلش كتلعنو الطيور في السماوات والحيثان في البحار والنملة والنحلة إلى ما آخره أي بلصة حل فيها كتلعنو ديك الأرض لنتكلمنا لما سيصلش أجي نتكلمو على إذا كنتي كتصلي كيفاش خصتها تكون صلاتك أول حاجة الصلاة هي نوعين كنتيش عارفها بياك صلاة متصلة وصلاة منفصلة أغلبيةنا كيصلي صلاة منفصلة وأنا أولكم يعني الجسد اللي كي أدي الفريضة لكي العقل خدام أو اللي غرق في أمور دنيوية بمعنى صلاة بدون خوشو عن أبي سعيد الخدري قال مثل الذي لا يتم ركوعه ويمكر في سجوده مثل الجائع يأكل الثمرة ولا ثمرتان لا يغنيان عنه شيئا يعني اللي كيصلي الركوع دياله والسجود دياله بحل هذا كيديك فشتين قر فهو المثال تاعة ذاكي كي يأكل تمراء أو لزجية تمراء ولكن تيبقى دي مجيعان ما كيستفل منها تاشي حالا أما سيدنا أبو هرير رضي الله عنه قال إن الرجل لا يصلي ستين عاما ولا تقبل منه صلاة فقيل لها كيف ذلك قال لهم لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها يعني نسل المعنى نتعى الحديث من قبل وكيقل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجل لا يشيب في الإسلام أيضا قال أحمد بن حنبل يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون ويقول الإمام غزال رحمه الله إن الرجل لا يسجد السجد يظن بلي أنه تقرب بها الملانة ووالله لو وزع ذنب هذه السجدة على أهل بلدته له لكو سئل كيف ذلك قال لهم يسجد برأسه بين يدي مولاه وهو منشغل بالله لمعاصر الشهوات وحب دنيا الله الله فهي لكي نظر على رأسي كيف هو الخشوع أصلا وكيفاش نجح سلاتي من بعد ما عرفنا بلي أنها شي حاجة اللي هي ضرورية وهي عماد الدين ومن بعد ما أننا بتعلمنا أننا نضبع لها قال لك الخشوع لغة هو الخضوع والسكن لقوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة زعم السكن شيخ الإسلام بن تيمية قال بلي ضروري خاصك تخشع الصلاة لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني الفلاح ديال المؤمن في الخشوع دياله في الصلاة كيف الشيكون هذا الخشوع؟ هو الإنكسار والذول الملانة ولكن قبل كل شي خاصنا نعرفه ملانة بالأسماء جوله الصفات جوله والأفعال جوله والحكمة منها ويكون عندنا حسن الظن به واليقين بلي أنه أي حاجة درها لنا رأي خير لنا وهنا خاصنا نعرف كيفاش نعبده والعبادة كتكن بالإحسان اللي هو أعلى مقام كالإسلام والإيمان ثم الإحسان والإحسان معناه أن تعبد الله كأنك ترى وإن لم تكن ترى فإنه يارك إذا نجحتي في الخشوع في الصلاة سبحان الله غادي تولي تنعكس لك على وجهك غادي يولي لك نور على الوجه دي وحتى على قلبك وغادي تولي فعلا تساوي لك أرحن بها يا بلال وماشي ينتهنوا منها فراتكم بلي أنه الصحابة لما يحين وقت الصلاة وكيكونوا خدامين هزين شي حاجة غير كيسمعوا حية على الفلاح تيلحوا ذك شمي يديهم خوفا لأنها تحسب عليهم كعمل في وقت الصلاة أرادية متى نقول لكم أين نحن ومالصحابة قدرت لكم على الدخول في الصلاة ولكن ما قدرت لكم على الوضوء باش ندخلوه مزيلا في الصلاة خصوه اللي والوضوء يكون صالح بمعنى خصونا نعرفو كيفاش تيكون والنية منه فاش نكونو كانت توداو خصونا نتوداو على أساس أننا نخسلو يدينا من أي حاجة قاسة فيها المعاصي ونخسلو وجهنا وبما في عينينا من أي حاجة شافوها من الأمور لا ترضي الله نخسلو فمنا من أي كلمة ديقالت ما كاترداش مولانا ودنينا من أي حاجة سمعاتها ما كاترداش مولانا وراسنا ورجلنا من كل الخطوة مشات في المعصية ديك الساعة هناك نكونو دعبة مهيئين باش ندخلو في الصلاة قال لك لما كتقول الله أكبر خستك تقولها بالنية انتع الله أكبر من حياتي والمشاغي الجولي والمشاكل الجولي الله أكبر من همي وحزني وتدوق ديك الله أكبر وبيجي تدخل في الصلاة واحد الرجل صلى أمام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأساء في الصلاة ما صلىهاش مزيان قال لي الحبيب ارجع فاصلي فإنك لم تصلي مشاكل تاني صلىك في الأول وقال لي الحبيب مجديد ارجع فاصلي فإنك لم تصلي قال لي يا رسول الله علمني ويعلمو كيفاش قال ليه وقف حتى تستقيم قائما ثم اركع حتى تستقيم راكعا بحيلا بغتت حط الماء على شي حاجة مستوية ثم تسجد حتى تطمئنا ساجدا والحاجة اللي كتجين بعد الصلاة هي الطمأنينة فيها الحبيب قال صلوا كما رأيتموني وصالي وصلاة الحبيب كانت في ودوه وبشوية وهنا غادي نرجع لنقطة الخشوع سبحان الله معلومة أخيرة إذا كنتي وسط الجماعة ولا قدمك الناس ضروري أنك تحط شي حاجة بينكم ما بينهم باش ما يفقدوش لك التركيز دي ويفقدو لك الخشوع دياتك هاد شي كله علاش في نظاركم باش نتقربوا من مولانا سمعوا الحديثة شمت يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أذاء ما افترضت عليه وهذه كانت حلقتنا الليلة خفيفة ضريفة واللي كانت مننا فيها أنكم استفدتوا ونكون سبب فأنكم توضبوا على صلاتكم بالنسبة لي ما كيصليش وبنسبة لي ما كانش كيصليع بخشوع بحالي يحاولم أنه يحسن دمتم في رعاية الله وحفظه سلام سلام